بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قلب وأصحابي جمعين ازيك وحبيب قلبي وحشتوني 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 أننا هو مقلد من كناتنا وفوض هتعملين النهاردة هنا هعمل حاجة حلوة جدا هعمل عجة كده يعني طعمها لازز جدا وسهلة جدا وسريعة جدا وهي الله بيننا على المطبخ نفوض نشوفها نعملها ازاي هروح السوق زي الشطرين كده ونجي من هناك أرنبيطة كده حلوة كده شوفوا الأرنبيط علشان تعرفوا أنها حلوة الحلوة اللي هي ما شاء الله الظهر بتاعها ما تماسك في بعض وكده تتعرف أن هي حلوة كده وكمان يكون لو عايزها صبح بقى وكمان بسهده صعب شوية لأن ده يعني زي ما تقول حاجة معمرة يعني مش معمرة أو الورقة بتاعها بيكون أخضر كده ومرأة خلاص فده بالنسبة لو أنت بتشتري الأرنبيط دلوقت بقى احنا جبناها وهنقطعها وقطع الظهر بتاعها زي ما احنا عايزين كده وبعد كده بعد ما نقطع هناخدها تحت الحنفية نخسلها ده هنسفها دلوقت نشوف هنعمل في هي ايه واللي احنا قطعنا ده هاخده بقى ايه اروح اخسله تحت الحنفية وارجع نشوف هنعمل في هي ايه يعني عايز اقول لكم العج اللي هنعملها النهار ده ديت بدل ما روح بقى نقلي الأرنبيط ديت وننخلص إزاست الزيت وكمان هي تعبنا في آآ آآ زيت طبعا كنا نعرف إنه مدارة طبعا لقيت الحلة الثانية صغيرة جبت حل اكبر شوية وراحت اخسله تحت تحت الحنفية وجيت بعد ما غسلته هنا حطته هون حط عليه بقى حط عليه نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة ملح وحط عليه مية بتغلي وحط عليه معلقة لبن واحد معلقة لبن دي انه معلقة اللبن دي بتخليه ابيض كده وجميل في في بعد من بعد السواء خلاص فاحنا هروح حطنا كل الحاجات دي احنا عايزينها وممكن تحط رشة سكر كمان رشة رشة يعني قد لا تسكر يعني حاجة كده ايه بس الكلام ده لو هتخزينيه بقى يشيل الملح وحطه سكر لو انت ايه هتا هتخزينيه شيل الملح خالص وحط ايه آآ نص معلقة سكر لكن هنا احنا هنسلوه هنعمله على طول هنستعمله على طول هنا بنحط الماء المغلية وجبنا معلقة اللبن من جنب نهاية هنحطها عليه ونروح نحطها على الناء يستوي ونجي نشوف احنا هنعمل احلى خلطة للارنبي هنعمل له حتة خطه يا جماعة بصه امار دي بقى عايزين نشيلها هنشيلها ازاي هنجيه ورية الامونيو وتليفي بيها الحتة اللي هي اللي بتاعة الراز دي تليفيها كويس جدا كده وتحطها في التلاج وممكن كمان تليفيها يا سلام لو لفيت كمان الزهر بتاعها ده في في مناديل او في فوطة قطن حلوة كده ونشفة وتحطها في التلاج طبعا يعني ما حطها في فوطة تحطها في كيس ده الارنبي التهوت بس انا ما تكتش عليه في السوا لأ يعني لسه عايزينها يقرش كده سنة هنا حطنا معلقة لبن اه لا كوباية لبن على مياه حطنا في قلب البولة بتاعتنا وحطيت عليهم كوباية من الدقيق وهنا بقلب كويس جدا هو وحط هنوم بطين ما شاء الله ببار كده او ثلاثة صغيرين على حسنة اه فبنقلب كل الحاجات دي مع بعض اللي هو الدقيق مع اللبن مع البيع يقلبهم كويس جدا ونحط شوية حاجات بقى في الخلطة دي هتودي لك الحكاية اي يعني هتعملوا لك حكاية تانية هنجيب بقى شوية دول شفة خصبرة بتقطعين على حلو الكلام بطماط ماية حلوة كبيرة كده مبشورة وده جزراء مبشورة يا سلام يا بيت يعنوها حطة خلطة ده لا لا والله يعني حاجة جميلة جدا ده ولسه استنى استنى انت راح فين استنى ده معلقة ثم هروس آآ عايز اقول لك وده شوية زيتون حلقات لو موجود مش موجود خلص ده نص معلقة من كمون نص معلقة من كصبرة آآ ربع معلقة آآ كركم والملح والشطة عشان احنا عايز نشط وكان عندي شوية جبنة كده نشفه في التلاجة وبشرتهم وجبت نصهم حطتهم في الخلطة ونصها حط على وش حلو الكلام حلو الكلام الخلطة كده بقت جميلة وعايز اقول لكم يعني مش عايز حاجة تبين تعد نعمل ايه نوعا احنا دلوقتي لو احنا روح نحمرنا لو احنا روح نحمرنا هيعمل حاجتي هي هيفض جيوبنا وهي وهايتعم معدت زان يا نوعا يعني زاست الزيت هتروح تجيبها بسبعين ثمانين جنيات تحمر بها الارنبيض ادي ادف ادي كيبك من ناحية طب ومن ناحية التانية هي تعيب لان كتر الزيوت دي كلها ضر طبعا على الجسمنا وعلى صحاتنا فاحنا هنعمل حاجة منها تديني طعم حلو جدا ومنها ان اكدنا الولادة الارنبيض ومنها ما خسرناش صحاتنا وقال قعدنا نقل ولا نعمل خلاص اه طب يا نوعا هدا العيل بيحبوه مقال الاقبوة لما يجربوا ديت ما يجربوا الطريقة ديت ان شاء الله يحبوها لبس تلاقي عندك اطفال بلش تحط الشاطة زينا محطت كده جبت الارنبيض ايه بعد ما هيتها كده شوية قطحته بالسكينة وحط الخلط عليه ايوه شايفين بقى القمع شايفين وقلبهم مع بعض كويس جدا تقلبهم بقى مع بعض عايز اقول لك يعني الريحة بتاعت الكزبرة والحاجات ديكت والتوم كده بحلوة جدا ممكن كمان تخرطت وياها فلفل لو حبك بقى بردو حلوة جدا يعني بص هنا بقى النور قطع ماليش دعو بقى انا ماليش دعو يعني مكملش الوصفة فهتر اكملها معلش جبنا اكتشف حطنا جنبنا وجبنا الطاجن بتاعنا ومسحناها مسحة كويسة جدا من الزيت وهرش برضو تحته ايه اه على الزيت درش ايه كانك بتعمل كده ربطشة ديه وتجيب الخلطة تحطها في الطاجن بتاعنا يا سلام يا سلام يا سلام والنور قطعو احنا شغاليه وكنا احنا كنا عايزين نحط الفرن في الفرن معلش هنحط فرن البتجاز معين انا مش بحب شغل الفرن البتجاز قوي بس معلش هشتغل فرن البتجاز النهار ده عشان ايه آآ عايزين نخلص يعني نسوي بقى الخلطة اللي احنا عملناها دي هنسويها بقى ونحط بقى الحبة الجبنة اللي احنا سبناه سبناه على جنب دولة هنرشوهم رشك كده فوق على الوش عايز اقول لك آآ يعني انت كده اكلت ولدك الارنابيت اللي هما اساسي يعني مش ملهمش في قوي آآ اكلتهم بطريقة صحية وانت كمان اكلته بطريقة صحية آآ تكليه بقى مع آآ بصلي مع آآ يعني هو طبقة جنيبة ومع عايش بيب حلوة جدا هنا بقى حطينا بقية اللي نحط بقية الجبنة فوق والفرن رحت شغلته كمان قلم يبقى كركيب اللي لنا كركيب بتاع حوليا دي يعني عايز اقول لكم النور بيقطع كده بيغلز بصراحة المفروض يفوتوا على علينا كده اقولون انت عايزوا النور يقطع عندك استعكم شايفين انا بقى واركوا كشف والله اصدى ان انا واركوا كشف يعني عايز اقول لكم ان انا بشتغل في الضلم عشان خطر عيونكم عشان خطر عيوننا هنا عشان نتغطى برضه شايفين بقى هنا انه بعد ما طالع بس طبعا لزب اول ما يطلح تحطيه على البلانش الخشب دي عشان ده الازاز بمكون يفرقح في لحظة القدر الله يعني ربنا يعافينا وعافي عنينا جميعا يا رب اه هنبص بقى شايف جمال ايه ده ريحة ايه ده لا 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 كيكة يا اخواتي هاد عم هي كيكة عاملة نفسها عجة ولا عجة عاملة نفسها كيكة حاجة كده مش حاجة كده يعني عايز اقول لكم حلوة جدا اه طبعا انت لو طب يعني انا مش البيض غالي مش عايز احط بيق بص هو انت طبعا احنا اما بتروح تقلي ارنبيت بتحط عليه بيق صح طبعا انتش عايز احط بقى في الخلطة آآ كيس بكن بوطر بس طبعا البيض صحة اكتر يعني خلاص ومحطناش كتير احنا حطانه بطين في الكمية ده كلها يعني ومن بعد انت هتؤكل ولادك بقى الفهان يا رب خلاص راح اجيب طبقة بقى عشان عايزين اجيب حاجة اشيل بيها شوف هو عايزين اعجة بقى عايزة تتشال بالخلطة كده شايفين بقى لا 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 شايفين لا ده كده الجمال عدد كلاعب لا حاجة كده روعة حاجة كده من الاخر فاخر من الاخر زي ما بيقول اي رأيكم يعني عايز اقول لكم انت لو جربتوا الطريقة دي هتعتمدوها وهتشتغلي بها على طول وهتحبيها يعني اي اي اه مع عش هتتاكل مع مقرونة هتتاكل بصوا ماشي معاك في كل الحاجات انا بندخل بالكاميرا جوه الصني شايفين بقى اي رأيكم يلا ناكل منها حتا كده بس سخنة جدا جدا والنور ايه ايه شفتوا النور كده الحمد لله معالش بقى احنا نعمل ايه النور بقطع عندنا في وقتها غلز بصراحة شايفين بقى احنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا ويا رب ان شاء الله تعجبك وانا موسك انها هتعجبك وانا انت لو جربتها هتعجبك جدا وهتعمليها على طول والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة